اجتمع اكليروس البطرياركية اللاتينية مع غبطة البطريارك بيرباتيسة باتسبالة بطريارك القدس للاتين والأساقفة المساعدين في دير بيت الزيارة بعمان في ورشة عمل مشتركة وهامة من أجل مستقبل الكنيسة اللاتينية في الأرض المقدسة حيث أن السينودوسية تقع على عاطق الجميع في المشاركة والسير معا نحو مستقبل أفضل للكنيسة وقد تم التركيز خلال اللقاء على عدة أمور منها الحياة الروحية لكهنة البطرياركية التي تستمد من روحانية الراعي الصالح ونظرة عامة حول مسيرة البطرياركية الإدارية والمالية إضافة إلى مناقشة أحوال مدارس البطرياركية وآلية عملها ودور كهنة الرعاية وتخلل اللقاء جلسات حوار ومحطات من الصلاة وطالب المجتمعون أبناء الرعاية والمؤمنين في الأرض المقدسة أن يصلوا من أجل الإكليروس ليقويهم روح الحق والحكمة فيسيروا بقوة وعزيمة نحو مستقبل أفضل للكنيسة المقدسة ولخير أبنائها